أيام مضت كان الحديث فيها عن انسحاب القوات الإماراتية رائجاً ومتصدراً للشاشات ليس الحدث الأبرز الانسحاب بحد ذاته وإنما التشكيك به والبحث في خفاياه ومن قد يتبعه من أحداث وترتيبات اعتماداً على ألاعب الإمارات وذلك ما بدأ يتكشف زريعاً وأول ما تم الإفصح عنه إعلان قيادة مشتركة للقوات المرابطة في جبهة الساحل الغربي التي تتبع في إدارتها ومشروعها دولة الإمارات هكذا الإمارات أرادتها أن تكون سابقة خاصة وعقبة جديدة في معركة استعادة البلاد من سيطرة الانقلاب حينما انسحبت لصالح قوات تابعة لها وبعيدة عن الشرعية بينما كان المفترض أن من يتسلم جبهة الساحل هي الشرعية على اعتبار أن حق السيادة محصور عليها لكن أبو ظبي تتصرف وكأن لها حق ومشروعية السيادة على اليمن وذلك ما جناه جبن قيادة الشرعية وتخاذلها يقول مراقبون طعنة أخرى يسددها التحالف في ظهر الشرعية المتهالك وربما قوة أخرى مؤزية لقوات الشرعية التي قد تقود إلى أموذج ليس ببعيد عن النموذج الليبي فما يتم صنعه في الساحل الغرب ليس مختلفا عن حفتر ليبيا هذا ما يعتقده العديد من المراقبين وما جنته الشرعية بصمتها عن تجاوزات التحالف شكرا